نتكلم بأكو هناك حرب في العالم هناك حرب أوكرانيا وروسيا وهناك عدة أزمات تحصل يوميا نشوف أزمة تحصل وهذه الأزمات تأثر فإذا العراق عنده ثلاث منافذ أو أربع منافذ يطلع منها تصدير النفط مو أفضل من منفذ واحد مرات يقول لك ينباك الولد يبو واردات النفط تنباك هواي والولد ما يشبه استهدنا جمال الله يسلمك لا تحكي على البوك فأنا بصريحة العبارة أنا قبل شوي قلت لك الإيرادات لا أعرف شقد عنها والنفط اللي يطلع من غير النفط اللي يطلع من غير مكانات همين لا أعرف شقد عنها لا أدخل بهذا الحواب حقيقة أنا أدخل بنقطة واحدة أقول اليوم الدولة العراقية كان عندها ثلاث منافذ نفطية تطلع منها مو أفضل من منافذ واحد هذا شي صبيعي الشروط تركية قاسية علينا وعليكم لكن بالنهاية ست نقاط قاسية أنه 13 دولار على كل برمين نفط إلغاء الاتفاق النفطي تستصليح الأمبوب التركي في داخل كذا هذا يحتاج له حوار حوار يحتاج له إلى حوار يحتاج له إداءة توافق أنا دا أتكلم بشأن جزئة واحدة لا هذا مو حوار هاي سياسة إدعان من التقراها يا دكتورة بيه سياسة فرغ دا يحاول أنه يخفض من الإنتاج وهذا أيضا مؤثر يعني مؤثر على لأنه أنت كل شهر من المفترض بالموازنة ما وضوعها 3 ملايين وخمسمية منها 400 ألف برميل نفط من إذا ما ظل الوضع كما هو عليه فهذا النفط من ما دا يطلع يعني معناها يوميا العراق دا يخسر مبالغ 35 مليون دولار دا يخسر مبالغ فأنت دا تجي مقابل توافق مع يعني أو حوار مع دولة تركيا أنه تتوصل إلى حل أنا هذا الحل مو يمي لكن يمي الحكومة الاتحادية لأنني بالنهاية أقول النتيجة يكون عندك منفذين أو ثلاثة أفضل من أنه يكون عندك فقط منفذ واحد لخروج النفط أو تصدير النفط وهذا المنافذ في بعض الأحيان يحصل مشكلة مثل ما حصلت مثل ما نقول في تركيا هم دا يقولون يا بل زلزال أثر على القناة النفطية ممكن تتأثر دائماً غير مكاناتهم في حرب في شيء في مشاكل في يعني تصيب